للوقوف على هذه الحملة الإغاثية ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي أهلا بكم دكتور حياك الله أختي الكريمة حياك الله دكتور ناصر ما تفاصيل هذه الحملة الإغاثية التي قمتم بها في منظمة أم القرى بتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق بمخيم ديبكا هذه الحملة الكبيرة المباركة جاءت ضمن الموسم الرمضاني بالحملات الإغاثية الذي أعدته منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بإعداد مشروع كبير بتقديم المعونات المادية والغذائية والمالية لأغلب مخيمات النازحين في معظم محاضرة العراق هذه الحملة جاءت ضمن هذا المشروع الكبير الذي تم إعداده قبل شهر رمضان المبارك هذه الحملة هذه مبادرة قدمت 1500 سلة غذائية في مخيم ديبكا جنوب غرب أربيل شملت أغلب العائلات النازحة في ذلك المخيم هذا المخيم فيه 1800 عائلة يتم إعداد تكملت هذه الحملة في الأيام القليلة القادمة بإذن الله لتغطية جميع العائلات الساكنة في هذا المخيم كيف وجدتم بالحديث عن هذه العوائل دكتور كيف وجدتم أوضاع النازحين في هذا المخيم تحديدا خاصة بالتزامن مع شهر رمضان ودرجات الحرارة المرتفعة العائلات الكريمة النازحة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تصوم شهر رمضان بعيدة عن موطن السكن بعيدة عن الأقارب بعيدة عن الأحباب بعيدة عن المأوى الذي كانت مطمئنة فيه وتعيش به بسلام لكن الآن العائلات مرنية في مخيمات بعيدة عن الطرق العامة أغلب المخيمات مرنية في الصحراء تعاني الظروف المعيشية المأساوية من شدة حرارة الصيح وشدة وعودة الشتاء في خيمة تزامن عليها الفترة الطويلة وقد أصبحت خارج الاستعمال المطلوب ضمن الفترة الزمنية المحددة لهذه الخيمة مع ظروفهم المأساوية في المعاشي الصحراء في شدة الحرارة وشدة البرودة كذلك جاءت عليهم شدة ظروف المعيشية حيث عزفت أغلب المنظمات عن مديد العون بهذه المخيمات أغلب المنظمات جهودها موسمية بفترات متباعدة تقدف سلة غذائية بسيطة لكن جهود هيئة علماء المسلمين ومنظمة ثم القرى لغاثة الإنسانية جهود متواصلة لا تضع في اعتبارها ضعد المختم عن الطريق العقم ولا شدة التكاليف ولا المعاناة التي يعانيها الكادر في إصال الجهد الإغاثي الإنساني لأهلنا النازحين هذه رسالة الإنسانية تقوم بها هيئة علماء المسلمين ومنظمة ثم القرى تؤديها على أحسن أداء كما أخذت العهد على نفسها منذ أول أيام في العراق إلى يؤمنها هذا وهي تقدم الجهود المتواصلة طيلة السنوات الماضية وخلال هذه السنة كذلك جهودها متواصلة بحملات غافية وبحملات كبيرة جدا تحمل المساعدات المالية والجهود الطبية والجهود التربوية وكذلك جهود الإغاثية الغذائية بالمقابل كيف تلقى أهالي ونزحين في هذا المخيم كيف تلقوا هذه الحملة خاصة أنها ستكون متواصلة لتشمل كل العائلات المتواجدة في المخيم نعم هذا المخيم حقيقة يمتاز ببعده عن الطريق العام يبعد عن مركز محافظة أربيل بأكثر من 80 كيلومتور يبعد عن مركز محافظة لينواء بأكثر من 150 كيلومتور يبعد عن أقرب طريق عام لهذا المخيم حوالي 30 كيلومتور هم تقريبا من المنسيين من المخيمات المنسية مثل مخيمات الجدعى ومخيمات السلامية مخيمات حمام العليل مخيمات أخرى بعيدة عن متناول الجهود الإغاثية والمنظمات نحن حقيقة على تواصل دائم مع دارة المخيمات سواء كانت القريبة أو البعيدة نقصد في حملاتنا الإغاثية أغلب المخيمات وجميع المخيمات كانوا فرحين جدا باعتبار أن أغلب المنظمات لم تصل إليهم في شهر رمضان المبارك وهم في شدة الحر ومع أداء هذه العبادة في أداء قريبة الصيام جاءت لهم هذه السلة وآتية المواد كانوا فرحين جدا كلمات شكرهم كانت متواصلة طيلة أعداء الحملة وتنفيذها وتقديمها لأهلنا النازحين من العائلات الكريمة الأطفال كانوا فرحين النساء جميع العائلات في هذه المخيم حتى إدارة المخيم قالوا بأن المنظمة هي تقريبا وحملات لغاثية جاءت وافية وجاءت في وقتها وأنها قدمت في الوقت المناسب لأن المنظمات اللغاثية لم تصل لطقيلة شهر رمضان المبارك شكرا جزيلا لكم المتحدث الأعلامي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي كنت معنا عبر الهاتف دكتور ناصر الفهداوي المنظمة يوم القرى